بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد ان شاء الله النهاردة فيديو المقدمة لكتاب The Science of Human Hacking وانا ممكن مفضلش اقول كلمة شرح احسن من اللي انا اقول تلخيص وترجمة الكتاب لان لحد ما الكتاب عيبه فيه قصص كتير وحكايات ويقول لك ان حصل معي كذا ففي اغلب اه وبرضو نهاردة ده عيحصل اه ممكن اقول ايه اه وحصل مع الكاتب بيقول لك كذا وبلسان الكاتب كذا عشان الفكرة ايه اللي الكتاب مش تكنيكل الكتاب مش اللي هو استخدم ده ده عيحصل كذا الكتاب اغلبه او كله الى حد ما يعني اه معتمد على كلام بس كلام 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 فاي كلمة ترجمة وتلخيص عتكون افضل من كلمة شرحة النهاردة في فيديو المقدمة عنا نتكلم عن مقدمة خفيفة كده عن الكتاب حاجات كده المقدمة هو كتاب يتكلم عنها في الاول وبعد كده هنتكلم عن مين اللي اشتغل على الكتاب ونظرة عامة عن الكتاب والفصول والمحتوى والهدف من الكتاب في المقدمة عايزين نتكلم اه كاتب اه كان بيتكلم على لسان ستيف وزنيك ده اللي هو اشتغل مع ستيف جوبز عشان يبتدوا شركة قبل الف تسعمية ستة وسبعين اه كانوا يقولوا في الاول اللي هم عايزين يعملوا كمبيوتر شخصي زي ما كل الناس ممكن تستخدمه اه بس الكمبيوتر ساعتها بس كان مختصر على الشركات الكبيرة اه وكان الكمبيوتر لسان ده بيهدف اللي هو يرجع لكل شخص عادي يقدر يستعملوا والتكنولوجيا يستعملوا التكنولوجيا بتاعته وبعد حوالي اربعين سنة ده بوقع وبقى في كل البيوت بتاعتنا دروقتي وكلنا معنا كمبيوترات وتلفونات والافتوبات في المشكلة الناس دلوقتي عندهم التكنولوجيا في كل مكان كمبيوترات ومبايلات واجهزة اكية لكن مع التقدم في التكنولوجيا لازم نهتم بالامن بالامان يعني زي نحمي نفسنا من الهاكرز والتكنولوجيا اللي دخلت في حياتنا اه وطبعا السوشال اه سوشال ميديا والدنيا دي كلها خلت الهنزاة اجتماعية اللي حض يضحق عليك. يعني حاجة بتحصل بكل سهولة. في الفين واربعة وزنيا قال ان الهكر مش دايما بيبع عن طريق الاكواد والبرامج المعقدة. لا احيانا الهكرز بيلعبوا لعبة مع الناس بيخليهم يعملوا حاجات غريبة من غير ما يحسوا. واللي هيحكي عنه كيفين متنك. مين كيفين متنك? لو انت يعني متعرفوش. اعتقد لو انت مهتم مجال السيكوريتي ممكن تبعرفوا. ايه بحث عن ما يعني? هو ملك الهندسة الاجتماعية. اللي ببساطة يعني يعرف يقنع الناس يعملوا حاجات غلط من غير ما يعرفوا انهم اضحك عليهم اساسا. الكتاب اللي معانا كتاب كريس. الكتاب اللي كاتبه كريس بيشرح ازاي نقدر نفهم ونعرف الهندسة الاجتماعية. وبيوضح ازاي الناس بتتخذ قرارات ممكن اللي يستغلوها عشان يخدعوك ويخليوك تعمل حاجات غلط. الكتاب ده مش بس بيحميك لكن كمان بيعلمك ازاي تتجنب الحيال دي. ممكن كده تفكر تعمل الحيال فيها بس ايه? احنا كرام اخلاقي طبعا يا شباب. في النهاية التكنولوجيا حاجة كويسة جدا. بس لازم ان نكون وعيين. لان البشر هم اضعف حلقة في السلسلة. جملة دايما بتكرر وانا برضو احب اقولها للناس. خصوصا خصوصا في حتة اللي هو حد يقول لك انا بعرف هاك رايح سفيز انا بعرف هاك رايح بشان بفيش حاجة اسمها كده الشركات بتفع ملايين. وصغارات وحوارات كده بس مش عايز اخش يعني الحوارات الجانبية. بس الفكرة كلها في ايه? ان العيب مش في الانظمة. العيب في اللي بيستخدمها. الجملة دي بيحب اقولها كتير. يعني العيب مش ان بتاع مسلا فيسبوك ولا اي شركة ضعيف وانت تهكرت. لأ العيب اللي انت غلط. انت حملت عاجة غلط. لان لو كان كل حساباتين فيها تهكر. لو ما شو ترى الكلام ده من غير ما تفكر هتلاقي نفسك ضحية لرسوم الهندسة الاجتماعية. وبعد كده كاتب انتقل معنا الجزء تاني كان بيكلم معاجبة بيقولك زمان مصطلح الهندسة الاجتماعية كان نادر الى حد ما. ما كنتش بتلاقيه غير في فيديوهات ازاي تاخد واجبة ببلاش او تعمل اصدقاء اه جديدة او حاجة زي كده. اه هي دي هندسة اجتماعية. انك فيديوهات اه كيفية اه اضافة اصدقائك ولا مش عارف اسمها ايه. اللي انت تزود اصدقائك وكل ده تضحك عالناس. درسة الاجتماعية كانت ايه? بجد هي فن التلعب بالبشر. فن فهم الناس. حساها كده حاجة جمزة تبقى معاك فهمها. دلوقتي لها درسة الاجتماعية بقت كلمة عادية وبيستخدمها وكل الناس بيتستخدمها في حياتها اليومية. الكاتب بيحكي من كم يوم واحدة من العيل عنده ومالهاش اي علاقة بمجال الامن. كانت بتحكي عن عملية نصب على الايميل. وقالت ده مثالي. اه للهندسة الاجتماعية. فالكاتب فكر قال. هي الكلمة بقت معروفة للدرجات دي يعني. اي حد بقى عارف ايه كلمة هندسة الاجتماعية. اي حد السوشيال انجينيريين كده على طول. بعد 8 سنين من تأسيس شركته المتخصصة في المجال ده. الهندسة الاجتماعية بقت صناعة ضخمة وبقت جزء من حياتنا اليومية. الكاتب بعد كده قال انا مش بساعد الاشرار. لو بدأت تقرأ الكتاب ده من غير ما تفهم من نيته. اه ممكن تفكر انه بيساعد للناس الوحشة. او انت برضو دوقتي ممكن تكون فكرت اه بقى كتاب بقى يخليني بقى واحد رجل وحش بقى وبنا هكرز بقى الشرير واعرف اضحك عن الناس كلها. فالكتب بيقول لك لأ. اه والكتب برضو يقول لك انا بش بساعد بساعد الاشرار او اديهم ادوات نصب واحتيال. بس الحقيقة عكس كنا تمام. لما كتب كتاب الاول عشان ده لما كتب الكتاب الاول ناس كتيرة في اللقاقات الصحفية بتاعته حجمته وقالت له انت كده بتعمل حاجات غلطة كده بتخلي الناس تتعلم زي تسرق وتخدع غيرهم. لكن الحقيقة اللي هو الكاتب مؤمن بها ان انت مش هتعرف تحمي نفسك من هندسة اجتماعية الا لو فهمت كل جوانبها حتى الجوانب المظلمة منها. نفس فكرة الرجل من عندي يعني نفس فكرة الرجل الشرطي مسلا لازم ان يكون عارف الحرامي ازاي بيفكر عشان يعرف الحرامي دخل من ين? طب معلش يعني احنا ايه فكرتنا كابنت سترز يعني او وايت هاتس. احنا فكرتنا احنا بنروح نخترق منظمة او ريت تيمر زي يعني بنروح نخترق مكان عشان الهكرز ما يروحوش وما يخترقوه. طب ما انا بعمل نفس اللي بيعمله. بعمل نفس اللي بيعمله. بس لاغراض كويس. الكاتب يكمل معاك وقال لك ايه? لان تصيب الاجتماعية زي الشاكوش زي السكينة زي المسدس. ممكن تستخدمها في البناء والحماية والاكل. ممكن تستخدمها في التخريب والضمار. المهم انك تفهم الاستخدامين. لان ده اللي هيخليك تعرف تدافع عن نفسك. وبعد كده الكاتب ذكر اسمه مسلسل وممثلة باش عايز اذكرهم. اه وقال لك اه ان هي عشان تتقمص الدور كانت بتروح لعمل الفيدراليين حقيقيين في الحكومة الامريكية يعني وكده. وتسألهم عن قضايا القتلة وازاي تعرف عشان تعرف تجرب كده كويس. ولا انك لازم ان تعرف الجانب المظلم عشان تعرف تحاربه. هو انت بتقل كتاب خلي كده تبخها كبير شوية عشان هو جمع خبروته الطويلة خالص وهو بيكتب كتاب. عشان يحاول يوصل لك المعلومات دي كلها. واكيد ممكن حاجات بشو واضحة طبها بالنسبة مية في المية لو عندك اي استفسار او اعتراض اه عاتكلم الكاتب على على التويتر هو بيبقى منفتح شوية شبابي عن الكاتب اللي عرفت يعني اللي هو اي حاجة غلط حاجة ممكن هو يعمل نسخة تالتة من الكتاب. فلو اي حاجة انت شايفها غلط انا قلتها. وموجودة في الكتاب. اه ساعتها بقى ممكن تتواصل مع الكاتب. بس في الاول يعني يتواصل معي عشان اقول لك دي غلط من عندي ولا من الكتاب. مين اللي اشتغل على الكتاب ده? الكتاب ده اللي اشتغل عليه وكتبه واحد اسمه كريستوفر هيدنجي. الراجل ده مش هزار. ده السي او ومؤسس شركة سوشيال انجينيرنج. يعني الراجل ده عايش حياته كلها في السوشيال انجينيرنج. اللي هو فنه نصب الالكتروني بسلوب علمي. وكمان عمل بودكاستات عن السوشيال انجينيرنج ووحوانات كتيرة حرفين. الراجل ده حياته جوة السوشيال انجينيرنج. ده سعنكمل. مش بس كده ده كمان اللي عمل اول اه فريمورك للسوشيال انجينيرنج. سوشيال انجينيرنج فريمورك. على موقع. اه دوت اورج. وكمان هو اللي اسس اه اللي هي بتحصل اه بتحصل في مؤتمرات زي الديف كون والدير بي كون. طبعا دي مؤتمرات العالمية. واللي برضو عمل مسابقة اه عمل مسابقة اه اللي بيشوف اه فيها من الاسكاف اختراق العقول قبل الانظمة. طبعا احنا عاشفين اللي هو جيب لك نظام تخترقه بلا علاقة بالتحليل الجنائي وشغل كتير والتشفير وكده. هو بقى عمل بقى ايه بتاعت السوشيال انجينيرنج كمان اللي هو ازاي تخترق العقول قبل انظمة يعني حوارات كبيرة والله عظيم رجل ده جامد. والرجل طبعا مشهور جدا. وفي مؤتمرات كتير حضر فيها بلاك هات. وكمان بيشرح للحكومة الامريكية يعني ايه سوشيال انجينيرنج تخيل الوصل لفين? وتقدر تكلمه وتتواصل معاه على التويتر بتاعه هنا. لو عندك ايه مشكلة في الكتاب يعني. اما بقى ميشيل فينشور. اه هي اللي راجعت الكتاب تقنيا ودي برضو مش سهلة خالص. شغالة في شركة كيموايات كبيرة. وعندها خبرة اكتر من عشرين سنة في المجال. اه لا مش في المجال في علم النفس والسلوك الانساني مرتبط بالامن السيبراني. بمعنى اصلاح دي اللي بتفهم ازاي المخب يشتغل وازاي الناس بتاخد قرارات غلط في الامن. ما حدش اكيد بيهزر معاه لانها اشتغلت في المخابرات والشرطة والقطاع الخاصة وتكلمت في مؤتمرات ضخمة. زي اه غير انها درست من الاكاديمية الجوية الامريكية. وعندها مجستات في الارشاد النفسي. واهم حاجة انها ودي شهدة تقيلة في امن المعلومات. يعني الكتاب ده معمول بايد ناس تقيلة جدا في المجال. مش مجرب بس النظرات على برقه. نظرة عامة عن الكتاب. الكتاب متقسم عندنا احداشر فصل. اه ممكن نقول عشرة الفصل الاخير بيكلمك عن نوات. عتعمل الوقتي مثلا بعد ما خلاص الكتاب. ومش هتتعلم بس كلام تقنيه زي ما قلنا عتلاقي مسلا في حكايات وافكار ودنيا كده كبيرة اللي علاقة بالسوشيال انجينيرينج. اه طرق لحماية نفسك من اساليب الخدار الهندسة الاجتماعية. مش هيقولك بس زي ده بيحصل. هيقولك كمان ازاي تحمي نفسك وازاي تكون تدي توعية بالسوشيال انجينيرينج. وصول ومحتوى الكتاب. الفصل الاول عندنا في الكتاب بيتكلم عن نظرة عن عالم الهندسة الاجتماعية الحديثة. ازاي الهندسة الاجتماعية تطورت مع الوقت. واللي بقت خطر اكبر مع التكنولوجيا الحديثة. دي لازم تقرأ الكتاب والليه الناس بتقعد حياها في الهجمات دي. اه او ازاي? وشرح هرم الهندسة الاجتماعية اللي بيحدد مستوات الهجمات الدي. اه تاني حاجة هل ترى ما اراه دي سي وطي سي. امثلة عملية على جمع المعلومات. اه يعني البحث عن معلومات متاحة العامة زي موجود على السوشيال ميديا وكده انك تجمع معلومات عن حد طبعا دي حاجة شباب لو انتو عارفين يعني روعة. لو انت جيت تفكر فيها قبل ما بتروح تختارك اي حد بتعمل كده ايه? فولدر في اسمه وتحط تجمع مع بعض بيحب ايه ما بيحبش ايه بيش شخصيته عاملت ازاي ممكن تتكلم معك لو قلت ايه? من السوشيال ميديا كلها. فعشان كده حاولت تبعد شوال عن السوشيال ميديا. ويا ريت يعني ما تعمل مش عندك حسابات في اي حتة. اللي عايز يكلمك يتكلمك بس عن واتساب تلجرام بس كده. انا كنت كده للأسف لغا قبل ما اعمل القناة عملت فيسبوك. بس اللي علاقة بالقناة يعني ما ما فيش الزقافة. ما علينا هنرجع لما اوضانة. التانية شابتر برضو بيتكلم عن. ازاي ممكن تجمع معلومات عن اي شخص او اي شركة بدون ما حد يحس. طبعا زي زي ما قلنا من سوشيال ميديا. والادوات المستخدمة بجمع المعلومات دي. طبعا لو فيها شباب اي ادوات نزلة بحوارات قديمة اجديدة. ها طبعا هنشرحها او عن زبط الدنيا ما تقلوش. تالت حاجة تحليل الشخصيات. اه تحليل الشخصيات من خلال التواصل. ازاي تفهم الشخصيات اللي قدامك من خلال طريقة كلامه بس. واستخدام نموذج دي اي اس سي. لتحليل الشخصيات وازاي تستغلها في الهندسة الاجتماعية. ازاي تبقى اي شخص انت عايزه? هنتعامل مع مبادئ الهوية المزيفة. اه بريتكستنج. يعني ازاي تتقمش شخصية مسلا موظف مدير دكتور اي حاجة وتخضع الضحية. جيمت والله الكتاب ده. خمس فاصل عايكلم معنا ازاي تخلي الناس تحبك بسرعة. مبدأ عقلية القبيلة. يعني ازاي تخلي اللي قدامك يحس انه في امن معك. وازاي تبني علاقة بسرعة مع الضحية اللي قدامك عشان تطلع بس منه معلومة اللي انت عايزة من غير ما هو يحس. سادة حاجة تحت التأثير. سادة الشابتر. اه عنتكلم مبادئ التأثير زي المعاملة بالمثل. اه لو حد عمل الخدمة بتحس دايما اللي انت عايز تردهله. الالتزام والاستمرار. لو بدأت في حاجة بتحس عقلك بيقول لك كمل فيها. طبعا ما عدم مذاكرة. اه السلطة. الناس اللي في ناس كده اللي بيبقى عندها دايما سلطة. عندها خبرة. عندها اللي هي ايه? حاجة اعلى منك بتحس دايما اللي انت عايز تسمع كلامهم. الندرة. لو قلت ان حاجة مسلا متاحة الفترة المحدودة. خصم مسلا. هي اه هيحاولوا يحصلوا عليه بسرعة الناس. الفصل السابع بيتكلم عن اه بناء الهجوم او بناء عملك الفني. ازاي تطبق الهندسة الاجتماعية بشكل احترافي. اسالي باستخداص المعلمات بدول ما الضحية تحس. الفصل التامن بيتكلم عن انا انا ارى ما لا تراه. اللي هو بيتكلم عن قراءة الجسد. تحليل لغة الجسد والاشارة اللي ممكن اه والاشارات اللي ممكن تفضح مشاعر الضحية اللي قدامك. وازاي تعرف ان كان اللي قدامك ده كداب متوتر حوارات زي كده? الفصل التاسع بيتكلم معنا عن اختراق البشر مش اجهز البشر. لأ البشر. كتاب كله اختراق بشر اختراق بشر. انا متكلف الكتاب ده على اشهر اه طرق الهندسة الاجتماعية في اختراق البشر. زي الفيشنغ والفيشنغ والسميشنغ والامبريسونيشن. اه التقمص. اه طبعا كل دول اول واحدة بيتكلم معك على الاميلات والمواقع المزيفة. الفيشنج بيتكلم عن كلمات الهاتف. بيتكلم عن التقمص الاخيرة بيتكلم انك تتظاهر انك شخص تاني تدخل اماكن محظور انك اي حد يخش تاوكب. الفصل العاشر بيتكلم معنا عن خطة الحماية. زي تحمي نفسك والمؤسسات من الهندئسة الاجتماعية. اه وتطور سياسات امنية تمنع الهجمات دي. وتدرب الموظفين عندك على اكتشاف التلاعب اه والخداع. الفصل الحداشر بيتكلم معنا نوت. يعني بيقول لك دلوقتي بقى تعمل ايه? يعني يقول لك نصايح حاجات كده تعملها مثلا بعد الكتاب. الهدف من السلسلة دي? او من الكتاب يعني او اللي انا عشرحه يعني كده. اه تفهم يعني ايه الهندئسة اجتماعية. تعرف اساليب المهاجمين. اه المهاجمين بيستخدموها. تحمي نفسك واللي حواليك من الهجمات. طبه مؤهل تدافع وتوعي غيرك. من الاخر تفهم تتعلم تحمي نفسك وتوعي غيرك. وبكده الحمد لله نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تشارك في القناة. واتبعني على لينكت ان عشان ممكن بنزل اه بتاعت اي كورس بغدو. بنزل اه مسلا اكتب قوات مواضيع صغيرة كده بتوبة مهمة. حد سألني سؤال مسلا عايز رد طويل شوية. اه وتخش معنا جروب التليجرام عايز تشارك اي مشكلة وجهتك. اي ستكلمني تتكلمني على التليجرام عادي. واتتبع صفحة الفيس. ويا شباب انا ان شاء الله نوع اشرح الكتاب او زي ما قلت مسلا الله خاص هو هترجمه. اه بس مش عايكون مسلا زي كتاب اللي انا نزلته. لان الكتاب مش في بتاع مذاكرتي. يعني بش اللي هو لازم انا ذكره. هو كتاب جانبي. فجانبي يعني انا ممكن بكون بقرأ مسلا في اليوم اربع خمس صفح بس عشان طبعا عندي بقى مذاكرة تانية وراية يعني وكده. فمش هنزل فيديو كل يومين كل تلتين. ممكن فيديو كل اسبوع كده. لما انا خلص مسلا فصل يعني مسلا اعطت النهاردة خمس صفح في خمس صفح في خمس صفح اعطت اسبوع او اعطت اسبوع منص مسلا كده. خلصت فصل اقوم ايه اه بلخصه ومزبط له كده بفيديو. واقوم عامله ان شاء الله. يعني مش عايكون بسرعة مش عايكون بسرعة اه كتاب اللي هو انا كنت حرفين خلصته في تلتة عسابية مسلا. او لا خلصه شهر. بس اللي هو كنت ايه كل يومين بنزل. كل يومين كل يومين كل يومين. كنت سبعتاشر فصل. ده ممكن فصل ياخد له اسبوع على حاجة. ممكن حرفيا اخلصه ان شاء الله مع كتاب بلاكهات بايسون ناوة اشرحه قدام. فبس مش عايز يعني من حتة دي عشان ايه انا بذاكر فبش عايز اخلي يعني الكتاب يعطني عمو ذاكرتي وكتاب زي ايه ما قلنا جانبي. اتمنى ان كل فيديو عجبكو اه كتاب لذيذ مش ناظري بيقع عملي كمان. وان شاء الله انا اشرحه قدام كويس. ما تنساش تشترك القناة. ما تنساش من صلاح ودعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.